قال إيلون ماسك إن موقع تويتر سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدم منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر وبعد استحواذه على الشركة في الآوينة الأخيرة قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة